خلينا أخذك بقى المنطقة تانية أبنش والأمور الخاصة بفريق كورة حيث ووقف القيد وتفاصيل كتير خاصة بفريق كورة واللعيبة اللي موجودة في التوقيت الحالي قدرتها وقدرة الجهاز الفني على المنافسة السنة جاءة بتشوفها ازاي مع فريق زنادي الأهلي كده استقرار أمور بالنسبة له مختلفة تماما يعني لا كراجل زملكاوي خايف كراجل زملكاوي عارف أن مع القائمة اللي موجودة دي مع الوقت مش هتكمل غصب عناه مش هتكمل كمل المسلم قصدك كله كل البطولات كل البطولات آه هتقول لي طبعا المسلم اللي قبل اللي فات انت خدت دوري وكان مفيش قيد ويوه كلم دا كله أقول لك الحمد لله توفيق من عند ربنا واكتهاد مننا لكن مش كل مرة يحصل كده عندك المنافس فعا كنادي الأهلي عنده فريتي بدون قطع كلمة بس برضو خلي بالك الأسماء اللي كانت موجودة في الوقت دا كان برضو كان فيه لسه بن شارق ايه كان فيه ما كانش اللي لأ هو بن شارق بس اللي كان موجودة اه وإمام وإمام بس برضو تصاب في الآخر وكان مصطفى محمد مشي وفرجاني مشي كان طريق حمد مشي لأ طريق كان موجودة كان موجودة طريق كان موجودة فأنت بتتكلم ان اه دي هنقول دا حالة وتوفيق من ربنا لكن المعطيات بتاعتي لما اجي اجاهز الورق بتاعي قبل الدوري لا ما هو فيه نواقص كتير فيه نواقص انت ما تنساش كل 3-4 يام هيبقى فيه ماتشا ايو هيبقى فيه ضغط ماتشاط وفضرة ليه ولا ضغط ماتشاط على كله على كل ماتشاط انت داخلها زائد هيبقى عندك إصابات وده أمر طبيعي يعني قدر الله بس هيبقى فيه إصابات فانت هتعوض الكلام دا ازاي؟ هتعوضه ازاي؟ بالنشئين؟ سوران قالك ادوا بس اللعيبة مسحقتها وانا مقتنع باللعيبة دي وهيعمل بيها منافسة طبيعي طبيعي وده أمر طبيعي وفر وحمد يعمل كده بالزبط زائد الحتة المادية النفسية اللعيبة ما انت لازم توفر عشان تقدر تنافس انت لو ما عملتش كده الامور هتبقى صعبة عليك اول اول وخلي بالك برضو هتجي تقولي طب يعني ممكن نركز في بطولة معينة عشان ناخدها سواء كونتفدرالية مثلا او دوري هقولك السؤال هي تسئل هقولك مش هيبنى لما تخش تلعب لا ما تضمنش برضى وريد ما نجال لك لا استنى بس انت مطالب انك كل بطولة بتخش بس برضو يعني ده سؤال من ضمن الاسئلة اللي هو ممكن ايه طب نركز في كونتفدرالية هقولك اه ماشي ما عندش مشكلة ما عندش مشكلة بس ما نشوف الثلاث مرشات اللي هتلعبهم هتعمل ما فيهم ايه طيب لا نركز في الدور طب المبدأ الدوري واشوف اول ثلاثة اربعة مرشات الدنيا هتمشي زي مثلا فانت ما تقدرش برضو تحكم ان النادي الزمالك بالامور دي النفسية والفلوس بتاعت اللعيبة واللي مفيش قيد والقايمة محدودة مع الاصابات اللي هتيجي بعد كده لقدر الله وده امر طبيعي ان انت تكمل زي الفكرة التكملة اه طبعا خليباك انا زي ماك سانة فاتت تتذكر كان ماشي كويس جدا وبينافس نادي الآلي ومرة واحدة ماتش أصوان اه مرة واحدة اه يعني حصل انهيار ماتش أصوان هناك اه بعد كده انت ما شفتش اه تعادت تماما اه طبعا فعشان فيه اخطاء حصلت في التشكيل وفي التغيير مش اخطاء ادارية كمان ادارية تصرحات مثلا كان ساعتها رئيسي نادي كان فيه لا بعدها بقى تقريبا او لا قبلها اه كان قبلها لا بعدها اللي هو موضوع فتوح اه لو هو قبلها طبعا اوقع على الفرق طبعا طبعا قولوا ناحدة والناس كلها عارفة ده انا حتى اللعب بتاعي لو اعمل كده ده انا اداري عليه اداري عليه ما اقولش هو انا تذكر انه كان قبلها يعني قبلها اه يعني حتى لو بعدها بعد كده حتى لو خصلته ماتش وارد بس كمل عادي كمل فهي التصرحات اللي حصلت طبعا اثرت بالشكل كبير على كان فتوح وعبدالله جمع صح كان فتوح عبدالله اشتركوا في القناة